مثل رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسي نجيب الشابي للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وقال الشابي قبل مثوله أمام القطب القضائي أنه بممارسة الحقوق السياسية للمعارضة أصبحت جريمة في الدولة التونسية الحالية حسب تعبيره وقد نظمت الجبهة وقفة تضامنية أمام مقر التحقيق مع الشابي بالعاصمة تونس معتبرة أن التحقيقات التي تجريها السلطات مع الشابي وستة من الوجوه السياسية المعارضة بمثابة إخفاق بمواجهة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم طفل متراوضة لأعتقالات تتوائل تجرب الحركة السياسية لأعلى مستوات اليوم أصبحت المعارضة أي استقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون وبالطرق السلمية الجريمة وهذه الجريمة اللي فهم بها مكانة السجن أنا اليوم شلمت الأمام قاضي التحقيق في هذا الإطار باعتباري مناظم ديمقراطي منذ عقود من الزمن عرفتوني باستقامتي وبوطنيتي وبغيرتي وفماش ناس تعرفني أكثر من الأمن نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع من تونس ينضم إلينا عضو جبهة الخلاص أحمد الغلوفي والكاتب الصحفي بسام حمدي أهلا بكم أيضا يفايا الكريمين أبدأ مع السيد الغلوفي ما الذي جار اليوم مع الشابي وضحت لنا مادار وفق ما لديك من معلومات داخل قاعة التحقيق مساء الخير تحية لكم ولضيوفكم ولمشاهديكم الكرام يعني التحقيق دام تقريبا على أقصى تقدير 15 دقيقة وجه فيها السيد القاضي للسيد نجيب الشابي سؤالين اثنين يعني ما علاقتك بالسفير الإيطالي فأجابه ليس هناك يعني علاقة وإنما هي يعني مجرد تدوين وجدتموها في الواتساب تقول أنه لربما سوف يدعوني إلى لقاء ثم ليس هناك قانون تونسي يمنع اللقاء مع أي سفير والأسوال الثانية يتعلق بأحد السجناء الآن فأجابه بأنه صديق قديم ولي الحق بأن أتحدث معه يعني محادثة لم تدم سوى عشر دقائق كل ما في الأمر هو أن قيس عيد حكم تقريبا من 2019 حتى 2021 بالأكاذيب الآن يريد أن يحكم بالترهيب أنه يريد أن يسكت أي صوت معارض ومقاوم لهذا الانقلاب ولو أردنا أن نضع السادة المشاهدين ومشاهدات في الصورة سوف نذكرهم بالحبل الطويل للمؤامرات يعني من مؤامرة الاغتيال بالظرف المسموم حتى يعني مؤامرة الخمسة وعشرين هناك قائمة أمرت قبل المتأمرين جميعا هي قائمة الخمسة وعشرين ثم هناك مؤامرة قادة المشيشي الذي عينه قيس عيد بنفسه ثم مؤامرة سيد أحمد نجيب الشابي ومنذ أسبوع هناك مؤامرة أخرى على أمن الدولة يعني أحد المتهمين فيها والسيد بو علي المبارك رحمه الله وقد مات منذ ثلاث سنوات الرجل يتخبط فشله وهو فشل عميق جدا ويعمل بوسطة هذه الترهات يواجه فشلا فيزيد في أوحال فشله ولا أكثر ولا أقل ونحن سوف نقاومه ولابد أن يسقط هذا الانقلاب ولابد أن نعوم نحن لا نطالب سياسية بشيء كثير قد تم التحقيق معهم إضافة إلى السيد الشاب هل لديك معلومات حول ما تم سؤالهم فيه في هذه التحقيقات يعني إذا كنت تسأل على السجناء السابقين فأغلبهم لم يقع التحقيق معهم السيد لازر العكرمي مثلا لم يقع التحقيق معه ولو مرة واحدة طيلت ما يقارب أربعة أشهر وكذلك يعني العديد من هؤلاء السجناء نحن لا نطالب بأشياء عظيمة ومستحيلة أقدموا لنا ربع إدانة وربع دليل على هؤلاء البشر الآدميين الذين يقضون تقريبا الشهر الرابع في السجن قدموا لنا ربع دليل يا سيدي وحكم كما شئت ولكنهم عجزوا حتى الآن على أن يقدموا أكثر من الأساطير والخرفات والترهات إذن نحن لم نعد إزاء دولة مع الأسف الشديد ولسنا إزاء قضاء خاصة أن الرجل قال منذ اليوم الأول أن من يبرأ هؤلاء هو شريك لهم وهذا يعني أن القضاء يعمل تحت التهديد يعني هناك أمور واضحة ولست أدري كيف يستطيع أن يدعني تحول الأستاذ أستاذ حمدي كان لا يسمعونه الآن سامعنا من جديد والتواصل أصبح جيدا أستاذ حمدي قال كما استمعنا لأستاذ غيلوفي أن الشاب يسؤل سؤالين عن لقاء قد يجمعه ببيئة السفير الإيطالي وسؤال عن أحد السجناء هل هو ممنوع أن يتم وفق القانون عقد أي لقاءات سياسية في تونس ما بين حزب وجهة خارجية تمثل دولك أي سفير مثلا أو قنصل على الأقل مساء الخير تحية طيبة وضيفكم الكريم أعتقد أنه ليس من حق أي مسؤول أو من أي سلطة أن تجرم العمل السياسي في تونس لأن العمل السياسي ينتظم وفق أحكام ودستور لكن من الواجب التنبيهي لا ضرورة أن يكون هذا العمل السياسي منتظم وفق أخلاقيات سياسية تتعلق أساسا بمبدأ الدفاع عن سيادة الدولة وعدم تدخل أي طرف أجنبي في مسائل داخلية تهم الشأن التونسي السؤال المطروح اليوم ماذا يهم الشأن التونسي سفير إيطالي فيما يتحدث معه رئيس حزب سياسي أو معارض سياسي أو حتى حزب كان داعما للسلطة الشأن الداخلي شأن يعني ذاتي لا يهم الشأن الأوروبي كذلك أعتقد أن من الأفضل على الطبقة السياسية أن تكون على دراية بأن التواصل مع الجهات الأجنبية بطرق غير رسمية وبلقاءات غير معلنة لن يخدم المصلح الوطني كما أنه لن يخدم ربما هذه الأطراف السياسية أعتقد أننا اليوم لسنا أمام ثنائية الخير والشر بمعنى أن المعارضة شر والسلطة خير لكن نحن اليوم إزاء قانون وإزاء دولة هذه الدولة لا يمكن أن تتحمل تواصل أطراف مع جهات أجنبية فيما يخص شأن هل يتواصل لقئيس سعيد مع المعارضة ويستمعيني تقريبا متواتية أو متورطة في بعض جرائم الفساد البالي ولداري لذلك السلطة تقاطع المعارضة لكن اليوم سؤال المتروح هل وجدت يوما ما سلطة إيطالية تتعامل مع نجيب الشابي أو مع المنصف المرزوقي أو مع أي شخصية سياسية أخرى معارضة في شأنهم سيد غليوفي هل تعاملت على التساؤل الذي يطرحه السيد بسام حمدي أنا لا أعلم عما يتحدث السيد بسام حمدي أنا قلت أنهم وجدوا في الواتساب أن هناك دعوة للسفير يعني الإيطالي للسيد أحمد نجيب الشابي ولم يتم اللقاء وثانيا ليس هناك قانون تونسي يمنع أي لقاء مع أي سفير في هواتف في هواتف السياسيين أو المواطنين التونسيين أو تتجسس عليهم هذا أمر تسأل عليه النيابة العمومية التي ننتظر أن تقدم لنا يا سيدي دليلا على إدانتها أو لا نحن لم نقل بأن الجبة الخلاص تتآمر مع الناس أو تتحدث معهم قلنا لم نتحدث مع أحد وإن كان القانون لا يمنع ذلك ثم الرجل قيس سعيد يتحدث يوميا مع السفراء لا أريد أن أعطي هذه المقارنة هو حر ولكن أنا من حيث نبدأ نقول بما أن السيد أحمد بما أن هذا التآمر فيه طرف إيطالي وسفير لماذا لم يقع استدعاء السفير الإيطالي ولماذا سجن جاوب مبارك وشيمة وغيرهم بتهمة اللي قام مع السفراء ولم يقع استدعاء هؤلاء السفراء وإنما زج بهؤلاء المناظرين في السجن يعني هناك عبش لا يستطيع المرء حتى أن يفسل تفضل أستاذ بسام لديك إجابة على هذا السؤال هو للأسف الشديد اليوم نجد نفسنا أنفسنا أمام نفس التحليل السلطة الحالية تتكتم كثيرا على المعلومة ونحن كإعلاميين ومحللين سياسيين لا نمتلك المعلومة المتعلقة بالمصار القضائي أو بقضية التآمر على أمن الدولة لكن يبقى تحليلنا مبني على ضرورة احترام سيادة الدولة وكذلك على ضرورة احترام دستور على السلطة اللي تجرم العمل السياسي شريطة أن يكون هذا العمل السياسي محترم لكافة أركان أخلاقيات النشاط السياسي أو نشاط المدني لكن في المقابل من الضروري على النشطاء في هذا المشهد السياسي أن يعلمون أن المعركة السياسية الداخلية لا تستوجب الاستقواء بالأجنبي ولا تستوجب التواصل مع الأجنبي مشاكلنا الداخلية يمكن أن تحل بالحوار يمكن أن تحل بالقوانين بالعمل البرلماني بالاحتجاجات في الشوارع كيف يمكن أن تحل بالحوار إذا الحوار غير موجود كيف يتم هذا من خلال يعني أن يستمع الرئيس قيس سعيد إلى صوت المعارضة هذا غير موجود لا يوجد برلمان طيب كيف سيتم التواصل ما بين الرئاسة والأحزاب المعارضة هو من الممكن يعني من الممكن لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أن تجتمع على نفس الطاولة وأن تقدم بدائل وأن تحرج السلطة الحالية في الكثير من المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكن لابد أن يكون الحوار الداخلي ما بين منظمات الاتحاد العام تنسي للشغل والرابط التنسي لحقوق السياس ونقابة الصحفي والكثير من المنظمات التي تدافع عن خيارات الدولة المدنية وليس بالتواصل مع سفراء الدول الأجنبية لنعلم جيدا أن التواصل مع أي طرف أجنبي من شأنه أن يمس من سيادة الدولة التونسية وليس لست أخون أي شخص لكن أتحدث عن مبادئ عامة في العمل السياسي سيد أحمد في هذه المرحلة ما الخطوات التي ستتخذونها كأحزاب معارضة لمحاولة حماية حق التعبير حق الوجود السياسي المعارض في داخل تونس اسمح لي أن أتفاعل قليلا مع سيد بسام حمدي سيد بسام حمدي أنا أذهب أكثر منك أنا لا أقول فقط يجب احتيار السيادة الوطنية ولا يجب التعاون مع السفراء نعم أنا أقول أكثر من هذا إذا كان لقيس سعيد دليل واحد على تآمر هؤلاء مع السفراء فليقدمه للناس إذا لم يكن لديك دليل فلماذا تسجن للناس أربعة أشهر على السيد بسام حمدي أن يعطينا موقفه من أربع أشهر سجن بدون أن تخرج النيابة العمومية وتقدم دليلا واحدا قل علينا أن ندين هذا أو أن نشرعه أما ماذا سوف نفعل نحن لن نستسلم أبدا سوف نقوم هذا الانقلال وليس لديه معلومات والسلطات تتكتم على مجرى التحقيقات السؤال موجه نعم وأشرت إلى هذه المسألة مسألة التكتم والتعتيم الإعلامي نعم هو قد أشر يا أستاذ الغليوفي أنت تبحث عن إجابة عند الأستاذ حمدي هو ليست هو ليست تكتما هم لا يملكون دليلا واحدا هناك مسلسل كامل من المؤامرات طيب ماذا ستفعلون أنتم كأحزاب معارضة لإنقاذ الحرية السياسية في تونس والتعبير في ذات الوقت وأن توصلوا أراءكم لرئيس قيس سعيد بلا أن يكون هناك أي مشاكل مع السلطات هذا سؤال الأخير يا أستاذ غليوفي تفضل نعم نحن نعرف أن التجارب الديمقراطية تشهد العديد من العثرات والتجارب الديمقراطية لابد لها من ناس أو فياة ولا يسلمون إطلاقا ويتصفون بالكثير من العناد والإدارة والإرادة عفوا ولذلك سوف نقاوم هذا الانقلاب ونواصل على كافة الصعود السلمية والسياسية والعلنية لكشفه وفضحه وبيان فشله ولكننا سوف نحافظ على السيادة التي لم يحافظ عليها قيس سعيد ولن نتآمر على الدولة كما تآمر عليها قيس سعيد الذي قام بانقلاب واضح والذي آخره ما قالته مديرة ديوانه شارزاد عكاش عندما قالت بأن الرجل وراء فقدان أجهزة التنفس والأدوية خلال الأزمة كورونا الأولى هو الذي أخفها لكي تدخل البلاد في وردة صحية وليبرر فيما بعد ما قام به منقلاب وسوف نواصل هذا النظال ولكن ما كل مرة تسلم الجرى أكيد هناك محاكمة يوما ما شكرا جزيلا لك أحمد الغيلوفي عضو جبهة الخلاص والأستاذ بسام حمدي صحفي وباحث سياسي كنتم مع مباشرة من العاصمة التونسية شكرا لوقتكما شكرا للمشاهدة